نحن نتكلم مع هذه القرات وبالتالي هدفنا هدف محدد الدولة محتاجين النهاردة عندنا غاز في فرصة كبيرة جدا للغاز الغاز بالمناسبة النهاردة ارتفع ارقام قياسية ايضا اليوم 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 ارتفع ارتفعات قياسية اخرى غير مبارح والايم اللي فاتت هيرتفع كتير الفترة الجاية فهي فرصة بالنسبة لنا مهمة جدا محتاجين دولار فنقدر نوفر شوية من استهلاك المحطات الكهرباء من استهلاكنا حتى وبالتالي ننخفف الضغط على محطات الكهرباء بناخد الغاز بنصدره بيكون لنا عائد دولاري كبير اللي احنا محتاجينه نكلم رئيس الوزراء انه ده ممكن في خلال كم شهر لجيين يوفر لنا 3-4 مليار دولار فاحنا في امسل حاجة الى اي مبلغ من الدولارات عشان السلع اللي احنا بنبقى محتاجينها انا لي طلب بسيط طلب بسيط ميدان التحرير ميدان التحرير ده ميدان ثورتنا العظيمة في 30 يونيوم هذا الميدان بقى النهاردة يعني اي حد بيجي بيروح ميدان التحرير وعندنا ساحة عربية كثيرة جدا واجنبية وبالتالي الناس بتحب تروح ميدان التحرير احد اشقان العرب النهاردة كان بيكلمني وقال لي والله انا زعلت بتقولوا ليه خير قال لي مصر يا جماعة مصر يا جماعة انا قاعد في احب اتمشي بالليل احب اتمشي مش هاعد جاي اقعد في الفندو احب اتمشي واتفسح وارحنا وارحنا فقال له والله يعني ميدان التحرير مبارح زعلت زلت ميدان التحرير ليه ميدان التحرير يبقى ضلمة طب ما يعني قال له ولكن على الاقل خلي فيه شوية اضاءة في ميدان التحرير ما يبقاش ميدان التحرير بهذه الطريقة اللي احنا بنشوفها لا 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 يعني مينفعش ان انا اغلاق تام او ظلام تام في ميدان التحرير مينفعش أقلل الإضاءة ولكن مقفلش تماما مينفعش ده يبقى مشهد ميدان التحرير هذا هو ميدان ثورتنا العظيمة ثورة 30 يونيو مينفعش إحنا هذا الميدان أنفقنا عليه من 60 إلى 80 مليون في أرقامة قالت ما بين 60 إلى 80 مليون جنيه أنفق عشان يكون هذا الميدان يعني حاجة تنور الدنيا مينفعش هذا الميدان بعد ما كان حاجة منورة تماما يبقى ظلمة تماما لأ ننور يعني زي ما احنا بنعمل كده عمود وعمود عمود يطفو عمود منور ما نعمل كده في ميدان التحرير لكن ميدان يبقى ظلمة تماما لا لا ما ينفعش الحكاية دي يا جماعة ننور شوية الميدان هل ده ينفع ميدان التحرير وبا كده هل ده ما ننور شوية احنا بنقول خمسين في المية ما نخليه خمسين في المية او تلاتين في المية مدحف مدحف فندق منور بيقى هو قدامك فين اسمع ليه يعني تاني لما انا شوف المشهد ده ولاقي يعني بقول لحاك والله امبرح يعني الاقي النهاردة جات لي جال التليفون ويعني فليه انا بتكلم حتى اشقاء النهاردة اللي موجودين بالناس بتحب تروح مداني التحرير تروح تتصور تروح تتمشى منفعش الميدان النهاردة يكون ظلامة لا ننوره حتى بنسبة تلاتين في المية اهو ما بقولش خمسين بنسبة تلاتين في المية بس على الاقل يبقى فيه نور في ميدان التحرير نور للناس اللي موجودة نور للحركة اللي موجودة ما بقولش هنوره زي ما كان الاول النور الكامل خلاص احنا بنتكلم على ترشيد فنعمل ترشيد طيب بنسبة تلاتين في المية ننوره الميدان على اقل الناس اللي بتروح ميدان التحرير وبتحب تروح ميدان التحرير تتماشى في التحرير تتصور في التحرير في عندك النهاردة الكباش عندك المسلة عندك متحف متحف مفتوح ميدان التحرير هل ده ينفع ان انا خلي الميدان كده لا طب ما هو عندنا اضاءة الناس عاملة قادي عمرات مطفية وعندك حاجات مطفية هل الفنادق النهاردة اقول الفنادق تقفل بالكامل ما اقدرش عشان عندي سياحة هخلي فندق مغلق ابدا ما قدرش أقول للفندق اقفل ما قدرش ده منشأة سياحية فيها سياح فيها ناس موجودة ما قدرش أقفلوا ما قدرش أقوله رشد فندق ما قدرش أقوله رشد بصراحة أنا بتكلم على سياحة وبتكلم على قطاع سياحة قطاع السياحة يخرج من منظومة 50% وال70% وال80% احنا فيه حاجات لازم نرعيها لكن ميدان التحرير كمان يعني كل الفنادق اللي حولينا التحرير كلها فنادق سياحية وكلها سياحة والسياح بشوفهم بالليل بينزلوا وتمشوا بشوفهم وانت بتمشى ميدان التحرير رايح بتلاقى سياح رايحة جاية في ميدان التحرير بيروحوا الميدان يشوفوا الأسار اللي موجودة وتصوروا ويرجعوا على الفنادة بتاعتهم حولين الميدان ده 6-7-8 فنادة فأرجوا تاني دولة الولايات والزراء تحديدا ميدان التحرير تعود الإضاءة بنسبة ولو 30-40% إلى ميدان التحرير منفعش ميدان التحرير يفضل ضلمة لا هذا موقف موضوع لازم إعادة النظر فيه للصالح العام احنا مع الإجراءات كلنا مع الإجراءات بندعم هذه الإجراءات للصالح العام ولكن الصالح العام ميدان التحرير رجعوا الإضاءة فيه ولو بنسبة 30-40% ما بقولش رجعها زي 100% لا 30-40% على الأقل الناس بتتحرك الناس اللي بتتحرك بتروح الميدان بتزور الميدان يعني بتشوف الكلام ده تعود مرة أخرى يعني الصورة والإضاءة مرة أخرى إلى ميدان التحرير لأنه ده بقول لكم ميدان ثورتنا العظيمة ثورة 30 يونيو الميدان ده شاهد أعظم ثورة في التاريخ العالم ثورة 30 يونيو العظيمة فعش الميدان ده النهاردة أقول ميدان مظلم لا ميدان ده ننوره بالنسبة 30-40% تعود إليه الإضاءة مرة أخرى أرجو دولة رئيسي وزراءة دكتور مصامة بقولي يستسني ميدان التحرير أنا بقولش كل الميدين أنا بتكلم دهوقتي على ميدان ثورتنا العظيمة نستسنيه من إنه إغلاق تام قطع كهرباء تامة إضاءة مفيش لا 30-40% رجعوا له الكهرباء وإحنا عندنا سياحة ما شاء الله طب يبقى ما ينفعش الناس كمان تبقى كده فأرجو إعادة النظر ونقدر ده نوفره من ممكن أخرى في مبادئ أخرى قريبة منه نوفره نوفرها